آخر أخبار النادي الأهلي بقى وفرق أو المختلفة والأنشطة كمان معنا مرسلتنا نورهان طبعا والمقار النادي الأهلي بالجزيرة هي تقول ما حضراتكو دلوقتي حالا على الشاشة وهي موجودة في عز الحر طبعا طبعا صباح الخير يا نورهان وربنا يكون فعونك أنت موجودة دلوقتي في ملعب التتش وأكيد الجو حر جدا خلينا نعرف منك طبعا أخبار النادي الأهلي وكمان لو تطلعين على الأجواء في النادي ودرجة الحرارة دلوقتي وللمحيط حول النادي من ناحية الازدحامة غيره اتفضل يا صباح الخير يا نهواندو صباح الخير يا كريم صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان ومش أنت لوحدكم بس اللي أحيانا ما بتبقوش مركزين الصبح برضو المرسلين صحيان بدري شوية أحيانا بيخلي في بعض من عدم التركيز كمان إحنا طبعا أحبين نقول لكم أن إحنا كالعادة هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة وتحديدا إحنا النهاردة من ملعب مختار التيتش يعني يمكن درجة الحرارة العظمى النهاردة 34 والصغرى 19 الجو لحد كبير طبعا مشمس بعض الشيء الساعات الأولى ما كانش كده شوية يعني من ساعة أو ساعتين ما كانش الدنيا شمس قوي كده طبعا الموظفين بيستعدوا بشكل كبير في الساعات الأولى لاستقبال الأعضاء وأعضاء الجمعية العمومية مع طبعا الأغز بالإجراءات الاحترازية المشددة على البوابات كمان ينهوان دي فيه حالة من يعني السلاسة المرورية شهادها محيط النادي واللي بنتمنى إن شاء الله أنها تستمر طول اليوم وطبعا يعني ده اللي هيؤدي إلى استقبال مزيد من الأعضاء إحنا هنا من ملعب مختار التيتش يمكن النهاردة إن شاء الله الفريق هيتدرب الساعة أربعة وده تاني تدريب للفريق بعد الفوز باللقب السوبر الأفريقي كان التدريب مبارح أيضا ساعة أربعة طبعا التدريب هيبدأ بمحاضرة فنية زي ما عودنا كابتن بيتسو مسماني لللاعبين استعدادا لمباراة الترجق اللي إن شاء الله من المقرر إقامتها يوم 19 في الشهر الجاري في زهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا كمان خلينا نفكركم إنه لازال استمرار غياب 6 لعبين المنضمين لمعسكر المنتخب الأولمبي وهم كل من مصطفى شبير وأحمد رمضان بيكهم وأكرم توفيق وناصر ماهر وطهر محمد طهر وصلاح محسن النهاردة بقى كمان الساعة 6 إن شاء الله قمة نارية ما بين الأهلي والزمالك على صالة المقونون العرب للكرة الطائرة مباراة النهاردة هتحدد بطل دوري الطائرة النادي الزمالك والأهلي بيتساوف النقاط بتسعة وخمسين نقطة ولكن نادي الزمالك فارق بالفوز فيه 20 مباراة بينما النادي الأهلي فاز في 19 مباراة ومباراة اليوم إن شاء الله اللي هتحدد بطل الدوري كل التوفيق إن شاء الله لفريق الكرة الطائرة رجال وكابتن أحمد صلاح طبعا وكابتن عبدالله عبدالسلام ونجوم الكرة الطائرة للنادي الأهلي كمان النهاردة تدريبات السباحة يمكن بدأت بدري جدا كالعادة الساعة خمسة فجرا يعني بمختلف الأعمار النهاردة يمكن شفنا تدريبات كانت بتتم بشكل حماسي جدا وتحديدا لسن 14 و15 سنة اللي بيستعدوا لبطولة الجمهورية اللي إن شاء الله هتكون يعني يمكن 16 من الشهر الجاري النهاردة بالإضافة إلى بطولة المنطقة اللي هتكون في شهر 8 المقبل وبطولة كاس مصر في شهر أكتوبر القادم دي يعني يمكن كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة شكرا لكم جدا وعودة للستوديو شكرا ليكي يا نورهين جدا ويعني بصراحة أختيه أكثر من رائع أنا بس عايزة أروح معاكي لتواجد دولاتي أو التوافد من قبل يعني الرواد أو الأعضاء قد إيه تقريبا وهل في سن معين يعني خليني أعرف منك الكواليس عشان لو حد برضو حابب يروح النادي غالبا أنا حاجي النادي لو أنت كمان هتفضلي فديني كده فكرة أو صورة حية عن النادي طبعا في انتظارك يا نهواند إن شاء الله كمان أنا بس كمان كنت عايزة أفكر أو يعني يمكن أوصف المشهد أو بعض المشاهد هنا من ملعب مختارة تيتش للمشاهدين يمكن في بعض أعمال التطوير هنا احنا بنشوفها في الصباح اليوم مدرج كامل بيتم هدمه لطبعا يعني يمكن داخل ضمن أعمال التطوير كمان تم يعني وضع صور الشهداء يعني جمهور النادي الأهلي رحمة الله عليهم الاثنين وسبعين على فوق مدرج الجماهير يعني يمكن هنا حتى كمان الجرار بيستعد لي زي ما أقول لكم في تدريب الفريق في الساعة أربعة دي كانت مشاهد تيتش أكتر كمان من أخبار الجامعية العمومية تمام تمام شكرا لك يا نورهان جدا شكرا وفي الوقت اللي سبلي